أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التأطير بالقيم في حلقة اليوم نفتتح مصوغة جديدة مصوغة القيم البيئية والجمالية التي نهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي بأهمية القيم البيئية والجمالية والإسهام في تطوير بنية المجتمع الذوقية والارتقاء بملكات التفكير والممارسة للانخراط في عوالم التفكر في جلال وجمال الخالق والمخلوقات مصوغة القيم البيئية والجمالية سيتناولها معنا بالتحليل والمناقشة الدكتور الفاضل إلياس بن ناني أستاذ وباحث في الدراسات الإسلامية وخطيب وواعد بالمجلس العلمي المحلي بفاس وضيف مجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزية أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا أستاذ الكريم أشكركم الأستاذ الفاضل على الدعوة المباكة في هذا البرنامج وفي هذا التكوين وهذا التقطير لنرجو من الله تعالى أن يكون محققاً لمقاصده محققاً للأهداف منه موعياً للناس محققاً لرسالة المنتظرة منه من طاعة الله عز وجل والارتقاء بالعلم مدى الحياة شكراً جزيلاً أستاذ الكريم إذن إن القيم الجمالية غذاء للروح وغذاء الروح لا يقل أهمية عن غذاء الجسد إلا من نقول إن غذاء الروح أكثر وأشد أهمية من الغذاء المادي ونقصد بالغذاء الروحي كل ما يساعدنا على أن يبقى عالمنا جميلاً يصر العين ويشرح الصدر ويقي الجسد ويحفظ الهوية والانتماء والثقافة إن قبل أن نتطرق لقيمة حلقتنا هذه نتابع معاً المشهد التنفيري الآتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر القيمة التي نتناولها اليوم إذن هي قيمة تذوق الجمال فالجمال يحيط بنا من كل جانب لكن بعضنا يفتقر إلى استشعاره وتذوقه أستاذ الكريم نود في البداية أن نعرف المشاهدين الكرام بمفهوم الجمال الحقيقي وبأهمية تذوقه والإحساس به وتقديره أشكوك الأستاذ الفاضلة على تجيه هذا السؤال ولابد أن نقدم بمقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الموصوف بالكمال الكامل بنعوت الجمال وصفات الجلال وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جميل الخلق والخلق القائل إن الله جميل يحب الجمال لابد من بيان أن الجمال هو مقصد إلهي من خلق الكون وإنزال الشريعة بالإضافة إلى أنه هو صلب فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك إن الله تعالى خلقنا على صفة الجمال وجعل كونه بديعا أي جميلا فقال عز من قائل بديع السماوات والأرض أي المجمل لهما المبدع لهما على غير مثال صدق إن الله سبحانه وتعالى خلق الحسن وهو معنى الجمال خلق كل شيء حسنا صنع الله الذي أتقن كل شيء أي جمله وأبداعه وأحسنه وجعله كاملا في أعلى مستوى الجمال مقصد وغاية في حديثاته الجمال أراده الله تعالى منا في أحوالنا وأقوالنا وصفاتنا وتعاملاتنا بل في أخلاقنا وقلوبنا ذلك أن الله تعالى يزين الحسنة أي الطاعة في أعيننا فيسميها حسنة أي جميلة ويجعل السيئة التي هي مقابلها يسميها سيئة لأجل أن ننفر منها وزين الله تعالى الجنة ووصفها بصفات الجمال لأجل أن نعمل لدخولها وهكذا فالجمال بصفة عامة هو مقصد وغاية يعني الحسن والكمال والتمام في كل شيء في الأخلاق والتعاملات وسائر التصرفات الإنسان سواء لدينه أو دنياه مع نفسه أو غيره أو لأخرى شكرا أستاذ الكريم فالجمال صفة واضحة في صنع الله تعالى فحيثما اتجهنا بأبصارنا نجد من صنع الله ما يجذبنا بشكله أو يستهوين بصوته أو يأسر قلوبنا بدقةه وإحكامه شاء الله سبحانه المبدع البديع أن يجعل من الجمال في شتى صوره منبع سعادة وارضا للإنسان إذن أستاذ الفاضل هل لا حدثنا وحدثنا مشاهدين الكرام عن مظاهر الجمال في الكون والخلق؟ نعم الأستاذ الفاضل بالنسبة لجمال الله عز وجل المبسوث في الكون والمبسوث في الخلق وغير ذلك نجد أن الله تعالى يحدثنا عنه أنه سبحانه وتعالى يدعون إلى تأمله إلى تدبره والتفكور فيه فيحكي لنا ربنا عز وجل عن أهله وخاصته من عباده فيقول جل جلاله إن في خلق السماوات ورغض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إن ذا فعهم لذكر الله هو تأملهم في بديع صنع الله وفي جمال ما خلقه الله تعالى فيجعلهم ذلك يتفكرون ويذكرون فيقول عز وجل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ورغض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخي الآيات كذلك ربنا عز وجل يحكي لنا عن أن الجمال مبسوث في الكون فقال عز من قائل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون يدعون ربنا عز وجل إلى تأمل الجمال في الدواب والأنعام وغير ذلك فيقول عز من قائل والخيل والبغالة والحميرة لتركبها وزينة أي إن الله تعالى يدعون إلى استلهام الجمال من كل هذا والمقصد منه والغاية منه أن نكون متجملين أيضا فالكون كله بديع وقد وصف الله تعالى الحدائق التي خلقها عز وجل بأنها حدائق ذات بهجة أي إنها من صنع الجميل تبارك وتعالى والله جل جلاله لما يدعون إلى هذا التفكر فإنما يريد منا أن نتجمل في أخلاقنا أن تكون قلوبنا متناغمة متوافقة مع جمال الكون لأجل أن نكون في جمال كلي سواء جمال المحسوس أو جمال الأوليات والأخلاق بأن نفيضة ونفيضة جمالا أن يكون الجمال هو هو عنوان تعاملنا وأخلاقنا وسائل تصرفاتنا أن يكون الجمال عنوان تعاملات الإنسان وأخلاقه أن يكون قلبه جميلاً أن تكون تعاملاته وتصرفاته جميلةً معنى ذلك أنه في الملمس الجميل والصوت الجميل والمرأة أي المنظر الجميل والمشموم الجميل وهو ما عبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فيحيلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث مستويات من مستويات الجمال مستوى الجمال الحسي المعبر عنه في الطيب أي المشموم الجميل ويدخل فيه كل معنى جميل يدرك بالحواس ثم المعنى الجميل أيضاً في القرب والروحي بين الرجل وزوجته بين الإنسان وأخته وابنته بكل ما تحمله أن الدلالة المرأة في فلسفة الجمال في الإسلام ثم أكثر من ذلك جمال التعلق بالله عز وجل وهو المعبر عنه بمقام قرة العين فقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة إن الدين كله جميل والله عز وجل يدعونا إلى استلهام الجمال من الكون ومن الشرع ومن الحياة كلها شكراً جزيلاً أستاذ الكريم على هذا التوضيح إذن تضوق الجمال والإحساس به نعمة ربانية سؤال يطرح نفسه أستاذنا الكريم هل كل شخص قادر على تضوق الجمال وتقديره أم أن هذا يحتاج إلى ملكة وقدرة رفيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يحيلنا على بذل مجهود على أن تكون للمرء ملكة يدرك بها الجمال هذه الملكة تحتاج إلى مجموعة من الأسس أولها الرجوع إلى الفطرة الأولى إلى النقاء القلبي إلى الصفاء الروحي الذي خلقنا الله تعالى عليه كما قال عز من قائل فطرة الله التي فطر الناس عليها ثم أيضا أن يبذل المرء عمله لأجل أن يتخلى ليتحلى أن يتخلى عن راذيلي وعن سيئي وعن قبيح الأخلاق لأجل أن يتحلى بجميل وحسن وكمال الأخلاق إنها توجيهات الإسلام لأجل أن يكون المرء على أكمل صفة أرادها له الله عز وجل تلك الصفة المعبّة عنها في قول ربنا عز وجل عن النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خرب من لساها إن الله تعالى يدعونا إلى أن نزكي هذه النفس لنقدر على تذوق الكمال الذي أراده الله تعالى منا على إدراك واستلهام الجمال الذي بثه الله تعالى في الكون لأجل أن نكون متناغمين متآلفين متوافقين مع هذا الجمال كله لا أن نرى الجمال بعين القبح أو أن نرى شيئا بغير المنظار الذي أراده الله تعالى منا إن الجمال هو غاية من ربنا عز وجل أرادنا أن نصل إليها ولا نصل إليها إلا ببدل مجهود ذاتي ثم أيضا أن نستلهم الجمال أيضا من الوحي القرآن الكريم الذي هو كتاب الجمال المفتوح في كل آية بدءا من علاقة مع الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين حيث يحيلنا على التعلق الجميل بالله عز وجل ربا ورحمنا ورحيما وصولا إلى أن نجمل أنفسنا ونزكي أرواحنا وأخلاقنا وصولا إلى أن نحقق مقصد التعارف الجميل المعبر عنه في قول ربنا عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا الغاية هي التعارف، الغاية هي التآلف، الوحدة، التكامل، التواد، التعاطف لقد جعل الله تعالى الجمال لأن ندركه بعملية متواصلة تبدأ من استلهام الجمال من ربنا وصولا إلى قراءته في كتاب الله تعالى ثم العمل به وصولا إلى التخلق به والتعامل به مع الكون كله إنسانا وحيوانا ونباتا وجمالا شكرا جزيلا أستاذ الكريم إذن الجمال هو كل ما يصر العين ويهفو إليه الخاطر جمال شكل ومظهر وجمال روح وجوهر وجمال أقوال وأفعال وديننا الحنيف يدعونا إلى التجمل في مظاهرنا وفي جواهرنا إذن أستاذ الكريم هل لا حدثت مشاهدين الكرام عن أهمية التحلي بجمال الأقوال والأفعال والصفات نعم إن ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى قضية جوهرية أن نتعامل التعامل الأحسن ونختار القول الأحسن ونكون في الحال أكمل في كل أحوالنا فيقول ربنا عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لقد اختار ربنا عز وجل صيغة أفعال أفعال التفضيل أحسن أفضل أكمل أجمل لأجل ماذا أن يختار الواحد منا أفضل كلمة يقدر عليها لا يقول أي كلمة وينضي وإنما أفضل كلمة سواء لأقاربه أو الأباعد بل احتمع عدوه فكان ربنا عز وجل يقول لنا ادفع بالتي هي أحسن حتى مع عدوك لا بد أن تدفع بالتي هي أحسن لا تدفع الإساءة بالإساءة ولا تقابل الشر بالشر بل تقابله بالتي هي أحسن هذه التي صيفة لأي شيء سواء الطريقة أو العمل أو التعامل أو أي شيء ترد به يكون بالتي هي أحسن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتعامل مع كل الناس بالخير بالأجمل فيصف لنا مثلا حال الصائم فيقولنا أن الصائم إن قاتله أحد أو سابه فليقول إن مرء صائم لا يرد عليه لماذا؟ لأنه الآن قد تجمل بروح العبادة قد تجمل بروح الطاعة لله عز وجل قد صار جميلا في أخلاقه وفي تعامله ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا عن صفة الجمال في التعامل فيقول عز وجل عن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام أي إنهم لا يصدروا عنهم إلا الخير والفضل والجمال والحسي والمعنوي أيضا أن ربنا عز وجل يدعونا إلى أن يكون قولنا حسنا مع أبنائنا مع أزواجنا مع والدينا ولا أدل على ذلك من تلك الكلمة العظيمة الواردة في قول ربنا عز وجل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لم يقل طاعةً لم يقل برّاً وإنما دعانا إلى الإحسان أي إلى الجمال في التعامل مع الوالدين بأن يكون قولنا معروفاً طيباً كريماً بأن لا يقول لهما ولو أدنى كلمة فيها جرح لمشاعرهما بأن لا يقول أي شيء فيه إضرار بنفسيتهما فنهانا ربنا عز وجل أن نقول أفن لماذا؟ لأنها مضادة لمقصد الجمال أيضاً دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نكون متصفين بالجمال في معاملتنا مع الأزواج بل ولو في حالة الفراق فيقول ربنا عز وجل وسرحوهن صراحاً جميلاً أي إنه سبحانه وتعالى جعل حتى الصراح أي حالة الفراق أن تكون جميلةً من غير إساءة من غير جوح المشاعر إلى غير ذلك ودعانا ربنا عز وجل إلى أن نتعامل في أحوال الضيق أو أحوال الكرب بالجمال فقال عز وجل فصبر جميل وإذا كانت هناك خصومة أو نفور وتنافر بين شخصين فليكن الهجر جميلاً قال عز وجل وهجرهم هجراً جميلاً وإذا كانت هناك إساءة فكيف سيتعامل المرأة فليصفح الصفح الجميل كما قال عز وجل فاصفح الصفح الجميل نجد إذن أن الإسلام يدعون إلى الجمال في فلسفة متكاملة في منظومة قيمية تتسع لكل التعاملات بل حتى مع غير الأقارب فدعانا ربنا عز وجل إلى الإحسان كلمة الإحسان دائماً الجمال وتعدية الجمال بما تقتضيه صيغة أفعل صيغة أحسنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره هذا الإحسان يتسع لكل التعاملات بل دعانا ربنا عز وجل الإحسان في سائر علاقاتنا بل حتى مع غير الإنسان من الحيوان والنبات وغير ذلك شكراً جزيلاً أستاذ الفاضل من أمثلة التحلي بالجمال كذلك في سلوكاتنا وفي تصرفاتنا التحلي بجمال التصرفات في مكان العمل مثلاً حلقاتنا حلقات القيم بتوجيهات أو رسائل تربوية فهل لا وجهت لمشاهدين الكرام بعد التوجيهات بخصوص قيمة اليوم الحفاظ على الجمال أول رسالة يمر أن نتشبع بها أن نحافظ على الجمال الذي خلقه الله تعالى في أرواحنا وهو الفطرة الدين أن نحافظ على الجمال في هذه الأمانة التي هي النفس التي خلقها الله عز وجلنا ووهبنا إياها أن نحافظ على الجمال في سمتنا وفي هدينا وفي تصرفاتنا وأقوالنا أن نحافظ على الجمال في الطبيعة التي حولنا فلا ندوس نباتاً ولا نلقي ما يضر بالبيئة ولا نسيء العلاقة فيما بيننا وبين غيرنا أن نجعل الجمال مقصداً لنا أن نحسن مع الناس مع الضعيف مع الكبير مع الصغير وانظروا مثلاً في صيفة الجمال في العبادة لله عز وجل ربنا عز وجل يربط بين صيفة المحافظة على العبادة التي هي الصلاة مثلاً وبين صيفة الجمال فيقول ربنا عز وجل تراهم وكعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في ننجيري كزرعي نخرج شطأه فآزره فاستغلظ في السواع على سوقه فلاحظوا ذلك الجمال الذي يكون في النباتات وفي مخلوقات الله عز وجل كيف أنه صار مشبهاً به لهؤلاء المحافظين على الصلاة ليبين ربنا عز وجل أن المحافظة على طاعته هو متناغم مع جمال الكون فبقدر ما نحافظ على عباداتنا ينبغي أن نحافظ على هذا الكون بقدر ما نحافظ على أرواحنا وعلى أماناتنا وعلى علاقاتنا بقدر ما ينبغي أن نحافظ على أخلاقنا التي هي حال وعنوان وتعجمان ما تشبعنا به من الأخلاق وما تشبعنا به من جمال الأخلاق من ديننا الحانف شكراً جزيلاً أستاذ الكريم إذن صور الجمال في الكون دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وحكمته والحق جل جلاله يدعونا إلى تدبر مظاهر الجمال في الكون لنستمد منه قيمنا الجمالية فالخير والفضيلة والحب والصدق والعدل والرحمة وغيرها من الصفات والسلوكات الراقية ينابيع للخير وجمال للنفس إلى هنا أعزاء المشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التأثير بالقيام باسمكم جميعاً نشكر أستاذنا الفاضل إلياس بناني على إلقائه الضوء على قيمة اليوم وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة نستودعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر